اهم اشكوره يعني السيد رئيس النادي والأعضاء الهيلة دارية تقريب من 15 بالشهر بدينا بالشهر 15-9 الحد واحد عشر طه ونصف راتب كل اللاعبين حالي يعني ما لحد الآن يعني شون تقول أمور زينة ماشي لحد الآن اللاعبين ما يطلبون بس يا ترى يعني يعني نهاية هذا الشهر ما تعرفون ما نعرف ما نعرف يعني هماتين بس هم يعني الناس ما قاعدين يشتغلون المحافظة يرحون حتى سووا تقريبا لقاء قريبا رئاسة الوزراء للسماء فد أصفر عن شيء مدام فتحنا موضوع الأموال رئيس اتحاد الكرة في تصريح سابق قال دور المحترفين كل نادر راح تجي منحة 4 مليارات شوفها اعتمد اكثرية الأندية عاغدت وجابت لاعبين على مستوى عالي ما اعتمد على هذا الشيء زين اذا ما تحقق هذا الشيء على تصريح درجال اعتمد اكيد وانتم من ضمنهم اكيد من الكربلاء من ضمنهم كل الأندية اللي مشتركة بدور المحترفين زين اذا ما تحقق هذا الشيء او اول نقطة اذا ما تحقق اول نقطة من الدور المحترفين ما تحققت اذا هي الأموال شون تقول هي نجاح كل شيء هي الأموال اذا تحققت واذا ما تحققت طاكم الاتحاد او رئيس الاتحاد ضمانة بانه راح توصلكم الأموال لو ماكو اي ضامن ماكو شي ملموس يعني انا اتكلم معاك اقول لك مثل ايضا او راح اتكلم معاك لا ماكو شي ملموس لحد الآن زين انت راح مقبل على دوري زين زين شون يعني شون مثل تخلص زين احنا راح تجيك يعني فوق الأمور يعني الفقر المادي راح تجيك الآن ملعب ما عدنا زين هاي ما راح يصير عبء على الإدارة تلعب خارج ملعبها فنادق وسفر فنادق وسفر وهاي زين ليش ملعبكم شو وقت يكمل يعني حسب قول الشركة واحد واحد اي زين واحد واحد قد كم مباراة راح تبني داعش مباراة راح ت نصف مرحلة نصف مرحلة زين هاي مو كل مصاريف وكل أمور يا ملعب راح تختار بديل والله لحد الآن يعني احنا طرحنا على من يعني شفنا الرشحة والنفط والرشح يعني رشحنا نقول بلكي الملعب الثاني وكربلاء جاهز اعتقد يعني حتى سألت المسؤول عليه قال جاهز يعني هم قدمنا كتاب اكون يعني بلكي الله يرشحون اذا ما صار في كربلاء تتواجهون لبغداد هم ملعب بغداد هم ماكو يعني انت ملعبش لا الشعب لا المدينة اعتقدت لا بس ترخص عندك النفط وامانة بغداد مهمة يمكن اعتقد تسع نديا في بغداد تسع نديا زي نتكفيها تراها الملعب وكل ما يعني هسنت في ورطة مالية وفي ورطة ملعب قبل انطلاق الدور بعدنا ما قالين باسم ونعرف في انطلاق الدور اش وقت ايه ما والله ما عدك موعد هسا الان الانطلاق الدور ما تعرف زي نحنا قالوا عشرين عدينا الحد يوم عشرين تأخر تيام يوم سبعة وعشرين عفو بعد ما تعرف هسا هم الكلام يقل لك اثنين داعش خمسة داعش ما تعرف وانا اعتقد تفسيرها تخطيط مصح مصح